مهرجان الزيتوني لنحمي البلد شعار رفعه مهرجان الزيتوني في سنته الثالثة على التوالي والذي أقيم بالتزامن مع يوم التراث الفلسطيني وموسم قطف الزيتون بتنظيما من مركز الهدف التراثي في قرية بلعين غربي رام الله كانت هي تختصر على مهرجان فني فقط العام هذا أردنا أن نوسع هذا المهرجان أن يكون هناك معرض لمنتوجات الزيتون بكافة أشكالها سواء حرف أو خبز طبون أو زيت وزعتر وأسبوع لقطف الزيتون عمل تطوعي سيكون في محافظة نابلس ورام الله بداية المهرجان كانت بمعرض للتراث والمورثات الثقافية والمنتجات الفلسطينية والشعبية كما وتخلل المهرجان العديد من الفقرات الفنية والشعرية والتراثية التي أمتعت الجماهير وروحت عنهم هذا المهرجان هو حماية الأرض رجوع الناس إلى أراضيها اليوم أو بهذه المناسبة أو بهذا العام أردنا أن نقول للناس أرضكم أهم من كل شيء شكلنا لجان تطوعية في كافة المحافظات لنعمل سويا ودفاعا عن هذه الأرض كبرنامج نشتغل مع 15 مؤسسة قاعدية في رمالله ونابلس وغزة نعمل على تطوير خطط عمل وبرامج هذه المؤسسات ليكون في عندها رؤية واضحة وبالتالي هذا البرنامج ضمن خطط عمل مركز الهدف الثقافي في بلعين نحن حرصين على تطوير هذا المهرجان لأنه بغطي منطقة جغرافية مهمة منطقة غرب رمالله الجدير ذكره أن هذا المهرجان يتميز في عامه الثالث عما سبقه من خلال احتوائه على فقرات أحيات الروح الثقافية والتراثية لدى أبناء القرية وفقا للقائمين على هذا المهرجان راما يوسف تلفزيون وطن